اشتركوا في القناة نستضيف الرباي جيسون جيسون كيف حالك؟ السلام عليكم يا أخي كيف حالك؟ بخير سلام أخي سلام لك أيضا كيف حالك اليوم؟ بخير جميل إنني في أفضل حال وأنت إنني بخير هل صليت اليوم؟ أجل صليت اليوم حقا كجزئين من واجباتك أما أخبرنا ما الذي يدفعك للصلاة كل يوم إنني ممتن وشاكر جدا لكل تلك البركات التي أنعم بها الله على حياتي لا يسعني سوى أن أشكره وأريد أن أظل على اتصال به نعم قدمنا حلقة سابقة عن طبيعة الله في الإسلام وثمت خمسة أركان في الإسلام أولهما الشهادة وهي إشهار الإيمان بإله واحد وبأن محمدا رسوله والصلاة والذهاب إلى مدينة مكة للحج وإخراج الزكاة وكذلك الصوم هذه أركان الإسلام الخمسة وأحد تلك الأركان هي الصلاة صحيح لذا سنتناول موضوع الصلاة لنعرف ما هو ما هي خلفيته ومن أين جاء المسلمون بفكرة الصلاة بأسرها أخبرنا هل يصلي اليهود؟ كيف ومتى؟ أجل قطعاً فالصلاة أحد الأعمدة الثلاثة التي تقف عليها الخليقة مكتوب في الكتاب المقدس ما معناه أن العالم يقف على ثلاثة أشياء أولها الطورة لأن الطورة هي كلمة الله والثاني هو العبادة والصلاة وثالث الأعمدة هو أعمال الرحمة هكذا أجل ثلاثة أعمدة إنها ثلاثة لدى المسلمين خمسة أعمدة أما أنتم فثلاثة نعم إذن فالصلاة هي العمود الأوسط أم الأول أم؟ العمود الثاني هو الصلاة أجل الخدمة الإلهية والصلاة لذلك يصلي اليهود ثلاث مرات يومياً على الأقل لأن ثلاثة مرات هو العدد التقليدي المطلوب والمتوقع بالنسبة للصلاة والذي تسلمناه ويستند ذلك إلى بضعة أشياء مختلفة خدمات الصلاة الثلاثة الشاخريت الخدمة الصباحية منخا يقوم بالصلاة في الحقل فترة بعد الظهر ثم مكتوب أن النبي يعقوب من أسس صلاة المساء وخدمات الصلاة الثلاث تلك ذات صلة أيضاً بخدمات الصلاة في المقداش حين أقيم الهيكل في مدينة أرشاليم فكانت هناك ذبيحة تقدم في الصباح وذبيحة بعد الظهيرة تعرف بالمنخة أي ذبيحة تقدمة الطعام والتي كان يتوصل احتراقها إلى المساء بينما يتابع الكاهن خدمته ونرى ذلك أيضاً واضحاً في بضعة مواضع أخرى من الوحي المقدس أولها مكتوب في المزامير يقول ما يلي كل عظامي مساءً وصباحً وظهرًا أشكو وأنوح فيسمع صوتي مزمور 55.17 إذن فمساءً وصباحً وظهرًا نصرخ إلى الله في الصلاة ثم هناك آية أخرى أساسية وهي مكتوبة كما يليه جاءت في دانيال 16 وتقول فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشاليم فجثى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك إذن كان دانيال في السابي في بابل وكان تحت حكم ملك شرير جداً ولكنه في اتجاه أورشاليم كان يصلي صلى نحو أورشاليم وهذا أمر مهم فاليهود يصلون في اتجاه أورشاليم ثلاث مرات يومياً صلى ثلاث مرات يومياً لأنه رغم أن الهيكل قد دمر هي الأوقات التي كان الكاهن يقدم فيها الذبائح تصعد صلاته كرائحة زكية أمام الخالق وملك الكل ولكن من المهم هنا نوعاً ما أن معروف أن اليهود يصلون في اتجاه أورشاليم ولكن دعني أسألك شيئاً كم مرة يصلي المسلمون وفي أي اتجاه؟ نعم يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم في الصباح وفي الظهيرة وبعد الظهيرة وقرب الليل وليلاً نعم وهم يصلون في اتجاه مكة في الواقع الأمر لم يكن هكذا منذ البدء فخلال السنوات الاثناشر الأولى من حياة محمد كان يصلي في الواقع في اتجاه أورشاليم ولكن لاحقاً في عام 622 حين هاجر إلى المدينة والتقى اليهود وحدثت بينهما مشكلة كبيرة إذ رفضوه كنبي عندئذ أخبر رفاقه أن الله أعطاه رؤية وقال له أرى أنك منزعج ووجهك حزين بسبب تلك المشكلة مع اليهود من الآن فصاعداً ينبغي أن تصلي في اتجاه مكة وفي رأيي إن كان هناك أي وجه شبه بين الإسلام واليهودية والمسيحية ففي ذلك الوقت حين غير محمد اتجاه قبلته في الصلاة أعتقد أنه فصل نفسه داخلياً وخارجياً عن اليهودية وعن المسيحية ذلك مذهل لأن هناك كثيراً من التشابه بين اليهودية والإسلام والمسيحية وكما قلنا سابقاً أرى أن كثيراً منها يعود إلى الجذور والأساسات الكتابية فمن الواضح أن الكتاب المقدس جاء قبل المسيحية والإسلام فخرجتا من العهد القديم المسمى التوراة التنخ أي النص العبري ومن المنطقي أنه كان يصلى في اتجاه أوروشاليم لعدة أسباب إن السبب الذي جعل دانيال حتى في السبه يصلي في اتجاه أوروشاليم هو وجود رابط خاص بين السماء والأرض يربط بين أوروشاليم وبين السماء ماذا تعني بذلك؟ ما يعنيه بذلك هو أن هناك عدداً من الأمور المهمة وكلها ذات صلة بأوروشاليم أول أمر أن إبراهيم هو أبو اليهود والمسيحيين والمسلمين وأحد أهم الأحداث في حياة إبراهيم حدث في أوروشاليم حيث قدم ابنه ابنه الوحيد كذبيحة بالإيمان كان الله يختبره ويقال إن ذلك حدث على جبل الهيكل حيث كانت هناك صخرة لها خصوصية عليها قدم إبراهيم ابنه إسحاق والتي صارت فيما بعد مكان قدس الأقداس وموضع تابوت العهد في أوروشاليم وهي المكان الذي توجد عليه قبة الصخرة اليوم إذن ما تعنيه هو أنه كانت لأوروشاليم أهمية خاصة منذ عهد إبراهيم لا الآن فقط أجل قطعاً فحتى حين عاد إبراهيم من محاربة بعد ملوك الشرق الذين أصروا ابن أخيه وعندها دفع العشرة لملك صادق الذي كان كاهن شاليم في أوروشاليم وكذلك على ذلك الجبل في أوروشاليم أظهر إبراهيم حبه وإيمانه بالله بتقديم ابنه ليس إبراهيم فقط بل الملك داود حين أراد أن يعبد الرب أراد أن يشتري بيدراً من موقع يبوسي وكان ثمة حجر هناك وكان في الواقع نفس المكان الذي قدم فيه إبراهيم إسحاق نفس المكان الذي اشتراه داود وأقام عليه الهيكل بل والأهم تماماً من ذلك الأمر يقال إن الصخرة التي قدم عليها إبراهيم إسحاق الصخرة في بيدر داود والتي صارت مكان قدس الأقداس كانت حجر الأساس لكل الخليقة ولذلك أهمية كبيرة يقال إن الله خلق العالم انطلاقاً من تلك البقعة وأن آدم صلى هناك وقاين صلى هناك وهبيل صلى هناك وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود فيعود الأمر إلى الخليقة هذا مثير للاهتمام جداً فأوروشليم ذات أهمية كبيرة إذ يعود إليها كثير من الأمور ويقول المسلمون ذات الشيء عن مكة لأنهم يقولون إن مكة والكعبة حيث يغطفون في الحج وسنتحدث عن ذلك يقولون إن هناك آدم قابل حواء وكان يوم اثنين وكان إبراهيم هناك وإسماعيل كان هناك وبنوا ذلك البيت نفهم من ذلك هم يحاولون تطبيق فكرة أهمية أوروشليم على مدينة مختلفة هذا مثير للاهتمام أجل ولكن حتى صحح لي إذا كنت مخطئاً حتى في الإسلام لم تزل تعرف باسم القدس نعم هذا صحيح لم تزل أحد أقدس الأماكن حتى في الإسلام فرغم كل شيء لم تفقد أهميتها بالكامل حسناً ولكن في الواقع كلمة أوروشليم بل وحتى القدس لم تذكر في القرآن فلم تذكر فيه بالاسم بل في التقليد ولاحقاً ولكن دعنا نعود إلى كلمة أوروشليم حيث يصلي الناس في اتجاه أوروشليم ورأى محمد الناس يصلون في اتجاه أوروشليم وكانت لذلك أهمية بالنسبة لكثيرين فهذا ما فعل أجل فقد تأثر بعادات وتقاليد اليهود الكثيرين الذين كانوا يعيشون في الشرق الأوسط بل المدينة المنورة ذات الأهمية الكبيرة في الإسلام كانت في البداية مليئة باليهود وبالتقال اليهود لذا كان هناك كثير من التفاعل بين محمد والمجتمع اليهودي وسبب آخر لأهمياتها الكبيرة لنا يكفي فخراً لمدينة أوروشليم المقدسة في التقليد المسيحي أنها سوف تظل بالنسبة لأتباع المسيح مثلك ومثلي المكان المقدس الذي قدم فيه يسوع المسيح المكان الذي قدم فيه حياته كحمل الفصح فمات في ذلك المكان وقام من الأموات من أوروشليم وأيضاً صعد إلى السماء من أوروشليم على جبل الزيتون وفي التقليد اليهودي وفقاً للنصوص العبرية عندما يعود المسيح للأرض سوف يأتي كما في زكريا 14 على جبل الزيتون عند عودة المسيح فحين يصلي اليهود في اتجاه أوروشليم هم يصلون من أجل مجيء المسيح وتطلعون إلى السماء من حيث سوف يأتي ملك الملوك إلينا أمين أمين وهذا يعني أن محمداً أيضاً كان يعرف تلك الفكرة لذا لم يكن مخطئاً في بدايته حين كان يصلي في ذلك الاتجاه نعم ولكنني أرى أن الفرق الجوهري حدث حين أدار ظهره نحو مكة لأنه جغرافياً تقع مكة في الجنوب وتقع المدينة في الوسط وأوروشليم في الشمال لذا فالوقوف في المدينة في اتجاه مكة يجعل أوروشليم خلف ظهره هل شرحت لنا قليلاً عما تعنيه بذلك؟ ما أعنيه هو أنني أعتقد أن البداية لم تكن خاطئة الصلاة في الاتجاه الصحيح كاليهود والتحدث عن إله واحد ولكنه حين جاء إلى المدينة ثم أدار ظهره عن أوروشليم وأدار ظهره في الحقيقة عن اليهود وذلك في رأيي كان بداية الانفصال كان تصريحاً قوياً بأنه لم يرد أن تكون له أي علاقة باليهود أو بالمسيحيين نعم لم أفكر في الأمر قط بهذه الطريقة وذلك حقيقي جداً وأيضاً ذو أهمية لأن ابني إبراهيم كان إسحق وأخوه إسماعيل وكان يفترض أن نكون أسرة أن نكون متصلين ينبغي أن نكون أسرة واحدة ينبغي ذلك صحيح وفكرة أن أحدهما أدار ظهره للآخر خاصة في اتجاه الصلاة تذكرني الآن بالحكماء حين يتحدثون عن الصلاة ووجوب أن تكون في الاتجاه الصحيح وطبعاً سبب كونه الاتجاه الصحيح ليس لأن اليهود يصلون في ذلك الاتجاه بل كما قلنا لأن هناك اختار الله أن يعلن اسمه وأن يشيد بيته هناك وذلك هو المكان الذي قدم فيه إبراهيم إسحاق ذبيحة وهناك روابط كثيرة بالآباء وحضور الله منذ القديم كما ذكرنا منذ الخليقة وهناك استقر تابوت العهد حضور الله سكن بين الملاكين وأحس الجميع بحضور الرب بين الملاكين الشاروبين الذهبيين الذين كانوا على تابوت العهد على قمة تابوت العهد العرش الذي على قمة تابوت العهد الحكماء حين يروون التقليد كانوا يقولون إنه حين كان شعب الله يتشاجرون فيما بينهم كان الملاكين بشكل معجزي يديران ظهريهما أحدهما للآخر كرمز للعلاقة المكسورة ورمز للانقسام الكائن في عائلة الله المقدسة ويذهلني حقا أن هذا الانقسام والانفصال بين إسحاق وأخيه إسماعيل فاللحظة التي تغير فيها اتجاه الصلاة كانت لحظة فارقة وأعتقد حقا أنه في المسيح والذي لقبه رئيس السلام أن تلك العلاقة يمكن أن تعود مرة أخرى أجل علينا أن نصلي من أجل ذلك علينا أن نصلي أن الله يعيد تلك العلاقة ثانية أجل لأنه هناك عهد ووعود قطعها الله لنسل كل من إسماعيل ولنسل إسحاق وكان يفترض أن نكون متحدين كأسرة وأنا أؤمن أنه فقط إذا العرب واليهود اجتمعوا معا حين يجتمع نسل إسحاق وإسماعيل بوجه عام بيولوجيا أو روحيا في المسيح سوف نتمكن من تغيير وتحويل العالم وسيعم السلام سوف نحقق سلامه في العالم وهذا يذكرني بموقف مثبت بآية مهمة قالها يسوع المسيح موجودة في العهد الجديد في إنجيل يوحنى الإسحاح الرابع كان يتحدث إلى المرأة السامرية امرأة أممية وكانا يتحدثان عن أمور هامة كان يحدثها فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي قالت المرأة ليسوع أرى أنك نبي آباؤنا سجدوا في هذا الجبل جبل جرزيم وأنتم تقولون إن في أوروشاليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه فكان مختلفين بشأن المكان تقولون هنا ونقول هناك فأين هو المكان الصحيح؟ ما الصلاة الصحيحة؟ أي مفهوم هو الصحيح؟ بالضبط نعم شبيه جدا بذلك نعم وهكذا كان رد يسوع لها قال لها يسوع المسيح يمرأة صدقيني صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم تسجدون للآب ولكن تأتي ساعة وهي الآن الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق روح زائمات لأن الله روح وحق لأن الله روح وحق مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا ولكن هذا الموضوع مشوق جدا لأنها امرأة ليست يهودية تتحدث إلى راباي يسوع المسيح وهو أخذ يشرح لها أين ينبغي أن نصلي ولماذا أرجو أن تعرض لنا ما يعنيه ذلك لنا اليوم كأتباع ليسوع المسيح أنا أرى الآن أن الدرس الحقيقي مما نتحدث عنه هنا هو أن الصلاة الحقيقية جوهر الصلاة ليس هو الصلاة في اتجاه جغرافي معين وليس الهدف هو التشاغر أين أصلي وأين تصلي وكوني محقا وكونك مخطئا وليس الهدف هو تلاوة صلوات محددة هناك صلوات محددة رائعة ولكن الهدف المحوري هو أن الصلاة والعبادة التي يطلبها الله هي ما يخرج من القلب وتأتي من مصدر صادق أمت؟ وأن تقدم بالروح بقوة وبقدرة الله وبالروح الصحيح أي باتجاه صحيح من القلب بتوجه صحيح وبدافع صحيح الدافع ينظر الله إلى القلب ويعرف القلب نعم فكانت تلك المرأة مشوشة بشكل معين عن ما هي الصلاة ومكان الصلاة ومن على صواب ومن مخطئ فحاول يسوع أن يأخذها في اتجاه تفكير مختلف تماما وروح مختلف أجل فأنا أعتقد أن من السهل الخلط بين الدين والعلاقة بالرب فالدين يتألف من التقوس والأعمال وهذه أمور جيدة التقاليد الصحيحة هذه الصلوات التي نتلو وهذه طريقة محددة للصلاة ليست سيئة في حد ذاتها ولكننا كثيرا ما نجعل ذلك هو الأمر الأساسي فنجعل التقوس والتقاليد أكثر أهمية من القلب والمهم القلب من اتجاه قلبي أجل لأن الصلاة معروفة كتابيا بأنها هناك جانبان للعبادة الجانب الأول هناك التعبد بجوار المذبح أي العبادة عند المذبح حيث الذبائح التي تقدم لله في الهيكل الموجود في أرشاليم وهناك تعبد من داخل نفسك أي خدمة القلب وأكثر ما يريده الرب هو خدمة القلب لأنه قدم ابنه يسوع على أنه الذبيحة العظمى واللفظة العبرية لكلمة ذبيحة هي قربان أو قربانوت وهي مشتقة من كلمة خراب وتعني الاقتراب الخطيئة تفصلنا وتبعدنا عن الله والذبائح هي التي تذكرنا وتنبهنا بأننا بحاجة إلى الغفران والكفارة كان الهدف أن تقربنا من الله وكان يسوع هو الذبيحة الكبرى لأنه الوحيد الذي يمكننا من الاقتراب إلى الله أهيهودياً كنت أم أممياً إنه الوسيلة التي ننال بواسطتها الغفران بموته حجاب الهيكل قد انشق نصفين صحيح وهذا ما مكننا من الوصول إلى الله بالضبط لسنا مضطرين لأن نحيا في بعد عنه ولسنا مضطرين إلى أن نتساءل ما إذا كان الله يسمع صلواتنا وأنه عال جداً حتى إنه لا يسمعنا لقد قدم الله ابنه كقربان كذبيحة كي تخفر خطيانا وكي تعود الصلة بين السماء والأرض كما كانت من قبل والصلة بين السماء والأرض والتكفير عن خطيانا كل ما نفعله من خطايا ومخاصمة لا تجعلنا فقط غير متصلين بالله بل حتى أحدنا بالآخر آمين آمين وهذه هي المصالحة الحقيقية التي ستحدث بيننا وبين الله وعندها ستحدث بيننا كأشخاص من المهم أنك ذكرت كلمة قربان وفي العربية يسمى قربان والآن تقول إن يسوع المسيح هو قرباننا الذي سيعيدنا إلى الله ويعطي ذلك لصلاتنا معناً وأهمية كبيرة قطعاً مكتوب في الرسالة للعبرانيين في العهد الجديد أنه بسبب موت المسيح عننا صار بإمكاننا أن ندخل بثقة ونكون أمام عرش النعمة بسبب ما فعله المسيح من أجلنا لم نعد فقط عارفين بأن خطيانا قد غفرت بل لن نعود نحيا بالذنب والعار عالمين أننا غير مؤهلين لن نعود نحيا في خوف هل أنا سوف أدخل ملكوت السماوات؟ أو هل سيقبلني الله في السماء؟ بل صرنا واثقين من ذلك وذلك بسبب ما فعله يسوع المسيح من أجلنا ولكن في نفس الوقت حين نختبر محبة الله في حياتنا تدفعنا إلى محبة الآخرين آمين آمين دعني أسألك سؤالا شخصيا قبل الختام كمسلم كنت أصلي ولكن بطريقة مختلفة وأنت نشأت كيهودي وكنت تصلي أيضا والآن صرت تتبع المسيح فما الذي تغير؟ ما الجديد الذي اكتسبته؟ فجعل صلاتك تختلف عما سبق أخبرنا ما هو المميز في صلاتك الآن؟ أعتقد أن إحدى العطايا التي يهبنا الله إياها من خلال المسيح والتي نجدها واضحة في العهد الجديد هي أنه يضع الروح القدس أي روحه في داخلنا وما أراه هو أن هناك قوة في صلاتي أشعر بأنني قريب من الله بوجود صلة معه أشعر بالثقة واليقين فقبلا كنت أقول أرجوك أن تسمع صلاتي يا رب والآن أعلم أن الله يسمع صلاتي آمين فهناك اختلاف واضح في عمق الاتصال والحضور الذي أشعره والقوة التي أراها بل وحتى المعجزات التي تأتي كاستجابة لصلواتي والتي لم أكن أراها قبلا إذن تصلي بيقين أن الله يسمع صلاتك بل وربما هو أيضا يستجيب لصلاتك لأنني الآن حين أصلي أعرف أنه بيقين تام أن الله أعبى أي أنه أبي وكما أحب أنا أبنائي وحين يطلبون مني شيئا ما يحرك ذلك قلبي لأنني أحبهم وأهتم لأمرهم كثيرا جدا فأريد أن أعطيهم أفضل ما لدي إن كان ذلك بوسعي فسأفعله بمحبة آمين وهكذا يراك الله آمين هكذا يراني كأب ينظر إلى أولاده دائما بحب وحنان ورغبة في العطاء وكل ذلك يعود إلى العلاقة التي تحدثنا عنها في كل مرة تحدثنا معا لا أريد أن أكتفي بالتحدث عن الصلاة بل صل معنا في نهاية هذه الحلقة بكل سرور مكتوب في المزامير للنبي داود هو ذا ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا في وحدة أسألك الآن يا آب الآب إلى هنا أن تأتي بأبناء إسماعيل وأبناء إسرائيل معا حان الوقت لكل أبنائي إبراهيم وإسحاق وإسماعيل أن يستردوا أن يعودوا ليجتمعوا وليتحدوا جميعا في محبة يسوع المسيح ليأتي ملء بركتك ويحل على الشعب العربي وفي كل أرجاء الشرق الأوسط باركهم جميعا يا رب وأيضا ليحل على الشعب اليهودي وأصلي أن تديم نعمتك على جميع أبنائك أن تؤسس سلامك ورحمتك وصلاحك ورأفتك باسم رئيس السلام يسوع المسيح أمين 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 اشتركوا في القناة